نكسر النفوس لكن الحب سينتطر عدن ستعود عدن ستعود كما تقول دموع هذه سيدة العدنية لتؤكد أن الفن هو التعبير الأصدق عن عطش الناس للحياة وأحد السبري لترميم روح المدينة والمجتمع مرة أخرى تضع عدن بصمتها المميزة وهي تمضي في طريق انتصار جديد من خلال إنتاج الفيلم السينمائي عشرة أيام قبل الزفة كأول فيلم سينمائي طويل محلي يتم عرضه في مدينة عدن مع بداية أيام عيد الأضحى المبارك وهو من تأليف وإخراج المخرج الشاب عمر جمال الفيلم يروي قصة عروسين تحطمت أمالهم الجميلة في عدن بسبب الحرب ويسلط الضوء على تداعيات حرب الحوثي على المدينة أيام عدن المجيدة التي كانت رئيدة المسرح في الجزيرة العربية تعود اليوم من نافذة فيلم عشرة أيام قبل الزفة في ظروف بلغة الصعوبة على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي وبعد أربع سنوات من الحرب وعدم الاستقرار يقول مخرج الفيلم أن العمل حاول إبراز المباني والأشكال التي توضح حضارة وتاريخ عدن وما لحقها من أضرار كبيرة في معالمها الأثرية ونمطها المعماري الفريد بعد اجتياح الحوثيين فعاليات احتفائية وحضور في الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت الفيلم تحت إطار الفن في زمن الحرب كأول تجسيد سينمائي لتشوهاتها يعيد صورة الإنسان العدني المحب للسلام والتعايش كما تقول إحدى بطلات الفيلم الفيلم قفز على واقع عدن المفروض عليها ليؤكد أنها مدينة التعايش ولا تزال وترفض تكريس العنف والفوضى رغم محاولات تكريس لغة الصوت الواحد عبر الاغتيالات والمنع وتدجين المجتمع بالمخاوف في الفيلم حضرت ملامح عدن ببساطة أبنائها وهم يواجهون صعوبات الحياة وقسوتها التي فرضتها الحرب وتداعيتها ما شهدته قاعات العرض من تفاعل الناس والإقبال الجماهيري الكبير يؤكد إقبال المواطنين على الحياة ذاتها وأن عدن بخير وستتعافى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر